اهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الاسبوع من بودكاست حوارات المعرفة ورحب بكم وبضيفتي الدكتورة ناهد باشطح حياتي الله دكتورة ناهد اهلا سهلا فيك خليني ابدأ معك بصحافة البيانات والذكاء الاصطناعي ما هي اهم ملامحها؟ نقدر نقول انه طبعا فيه فرق بين الاثنين بين صحافة البيانات وبين صحافة الذكاء الاصطناعي وممكن يتحدون في انهم يعتمدون على البيانات لكن يعني طرق ممارستها مختلفة اقدر اقول اني مارست وتعلمت صحافة البيانات وحضرت مؤتمرين في القاهرة المؤتمر الاول العربي والمؤتمر الثاني العربي قدمت فيه ورقة عمل هذا في صحافة البيانات صحافة البيانات انما صحافة الذكاء الاصطناعي اقدر اقول اني مش فشلت ولكن ما قدرت اواجه التحديات ما زالت يعني مفهوم جديد ربما طبعا طبعا اول شيء اول شيء الذكاء الاصطناعي احنا يعني الحمد لله متطورين جدا في البيانات وفي الذكاء الاصطناعي ولكن مش متطورين في التحول الرقمي في الصحافة نفسها يعني حاولت ادخل عالم البيانات المحللين البيانات وصراحة هم عندهم افكار جدا ممتازة مبكرة على الوقت يمكن هي الاشكالية اعتقد في اللغة العربية يعني مثلا لو كان المحتوى لغة غير عربية ممكن انجليزية كممكن اسرع لكن اقدر اقول بكل ثقة اني استخدمت صحافة الذكاء الاصطناعي في المحتوى في صحيفتي ابعد واستخدمت كمان صحافة البيانات ولكن مش بالشكل المأمول يعني ايه مو بالشكل العميق او الكبير وكان لان واجهتنا صراحة مصاعب كتير الذكاء الاصطناعي ربما يكون مستقبلا بديل عن الصحافيين توقعين لا لا اطلاقا لا لا اطلاقا هو هذا المفهوم اللي عند الصحفيين في الخليج يعني لان هم يعتقدون انه مثلا لو كان في عندك روبوت يعني رجل آلي بيعملك التقارير فهو مهنتك صحفي انتهت ايه مهنتك انتهت اذا انت ما تفهم في البيانات ولا تطور ادواتك لكن الريبوت هذا اللي بيكتب التقارير هو انت اللي هتعطيه الاوامر وانت اللي هتعطيه البيانات انت اللي راح تكون محرك طبعا فما في شيء اسمه بينتهي عمل الصحفي الا الصحفي التقليدي ايوه ومش بينتهي هو انتهى انت شوف في الساحة يعني كيف انه كتير من الصحفيين انسحبوا ما قدروا يتأقلمهم مع التغيرات في عالم المهنة الان انا اقول لك الموضوع مش سهل المهنة تغيرت 360 درجة وفي وقت سريع يمكن سريع جدا ارجع لسؤالك تقول ايش اهم ملامح صحافة البيانات اهم ملامحها اعتمادها على تحليل البيانات ولكن مش انت الصحفي اللي بتحلل البيانات خلينا نقول عندك محلل للبيانات انت الصحفي تبدأ في القصة الصحفية طبعا في العالم العربي الفضل لمصر انها ادخلت هذا النوع من الصحفة الخليج الى الان صحفتها لا بعيدة صراحة في بعض الصحف حاولت يعني تستخدم الظكاء الاصطناعي ولكن ما استخدمته في المحتوى يمكن استخدمته في الصور في معالجة الصور في تقنية العرض ايوه لكن الى الان ما قدر اقول لك انه في صحفي في الخليج يعني حتى بعض الطلبة اللي بيدرسوا بالخارج بدأوا يعني يشتغلوا على صحفة البيانات وصحفة الذكاء الاصطناعي بدوا يستعبون اهميتها ان هذا المستخدم ايوه ولكن لما يجون يسألوني اقولهم لا تاخذها رسالة دكتورة ما عندك مصادر ما في داتا يعني ما عندك مصادر يعني كيف ممكن تشتغل على شيء ما عندك مصادر يعني لما يجيني الطالب يقول ابغى ادرك صحفة البيانات في الصحفة السعودية طب هي مش مطبقة كيف هتدرسها لان هي لازم عشان تطبق غرف الاخبار في الصحف كلها تغير يجب ان تتحول من غرفة تقليدية الى غرفة ذكية يعني لسه في عدة مراحل كبيرة قبل ما يمكن تطبيق ما اعتقد اذا تغير الفكرك انا ما اعتقد ان الموضوع يحتاج يعني زي ما قلت لك انا على فكرة لما اسست صحيفة ابعاد كان تحدي مع نفسي لانه يعني الكل يقول ما تقدرين تسوين هذا النوع من الصحافة فكان تحدي مع نفسي انه لا اقدر اسوي ممكن وعملت ايوه وعملت غرفة اخبار ذكية كان فريق العامل عبارة عن صحفيين مبرمجين مطورين محللين ايوه ولكن الموضوع صراحة يحتاج له استثمار ربما وصبر اكثر صبر اكثر استمرارية اكثر خلينا نقول يعني العوامل لا لايقاف صحيفة ابعاد كانت من كانت ذاتية اكثر منها مهنية على فكرة طيب لو سألنا عن تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال يعني الافلام الوثائقية والتلفزيونية ترينها يعني غطت كثير على موضوع الصحافة هنا الفرق الصحافة المكتوبة هي اللي متأخرة لكن الصحافة المرئية والمسموحة هي اللي تهوقت في افضل يعني مثلا انا لما اشوف يعني تقارير في المثلا في القنوات لا اشوف انه في تغيير مثلا لما اتابع نعم لما اتابع برضو القنوات مهتمة انه يكون لها مثلا قنوات في يوتيوب يوتيوب المحتوى يعني صناعته فيها يعني مهمة وثقيلة اكثر من لما اقول لك يعني مثلا تيك توك المنصة فرد كبير ما في مقارنة اعتقد الصحافة المرئية تقدمت صراحة فهم محظوظين عشان كلا نودي والله اتحول للصحافة المرئية هي المستقبل الصحافة البصرية هي اللي هي لانه ثقافة الناس ما عادت مثل ثقافة الصورة يعني الصحافة المكتوبة الآن يعني فقدت دورها الاساسي لصالح لانها لانها مهتمت بالبيانات لكن شوفها مثلا لما تشوف الصحف الامريكية او تشوف الصحف البريطانية مثلا ما زال فيها ما زالت طبعا يعني نوريك تايمز يعني ما زال ما زال مجدهم موجود لانهم جاوزوا الازمة ترى ازمة الصحافة الورقية يعني انتقالنا من الورق الى العالم الرقمي ما في شك انه العالم كله صار عنده هذه الازمة بس هم استطاعوا يعني في الغارب ويتتحول ويتأقلم وحتى صراحة يعني الدول العربية بعضها مثل مصر شمال افريقيا برضو استوعبوا بس الخليج اعتقد ما زالت طيب راضي على التحول الرقمي اللي صاير في الصحافة السعودية حاليا لا ما زال يعني اقل من المستوى يعني ما يزعلون مني رؤساء التحرير هم زملائي وبعض هم اساتفتي وانا احبهم صراحة بس من جد من جد يعني دون المستوى المأمول يعني يعني والموضوع ترى مصعب بس انا قاعد اقول الصحف عندها في رأيي ويمكن رأي يكون غلط في عندها مشكلتين في مشكلة ان هي عندها ازمات مالية عرفتين في الواحد لما نكون مضغوط ماليا ما يقدر يفكر في التطوير هذه واحدة الجزء الثاني شباب مرة متحمسين ومرة يحبون يسوون زي ما قلنا بس ما عندهم القدرة المالية النوع الثاني لا ممكن عنده قدرة مالية ولكن الفكر ما زال غير متقدم يعني يعني ممكن يقتنع بصحافة البيانات وبالتحول الرقمي ولكن مش مش من الداخل يعني انا انا مرة قريت منشت في في هارفورد مجلة هارفورد تعجبني جدا صحيح يمكن قبل سنتين قال انه ثقافة الذكاء الاصطناعي تنجح مش لانه عندك عدد كبير من الكمبيوترات ينجح لانه في عندك ناس تفهم استوعب ايوة فهي القصة الفكر نفسه لازم يتغير طيب لو سألتك عن أسس صناعة المحتوى الرقمي اذا قدرنا نلخصها يعني اكتر شي بما انك تقول رقمي اذا انت تكلم عن الرقمنة يعني لازم استفيد من الخصائص اللي موجودة في الانترنت يعني ايش جدوى محتوى هانا يقولك ايش جدوى محتوى مثلا انا اقرأ في الانترنت مثلا لا في ارتباط شرطي الهايبر لينك لا في فيديو لا في اناميشن مثلا صور يعني لا في اي فكرة ممكن تخليه تفاعلي فأنا اللي بشوفه الان انه المحتوى انتقل من الصحف الى المواقع لكنه مش محتوى رقمي اهم ملامح الرقمنة انك تستفيد من الخاصية اللي موجودة عندك بالانترنت في فرق بين المادة الورقية الصامتة وبين المادة اللي ممكن تتحرك نابضة بالحياة طبعا نابضة بالحياة حبيت نابضة بالحياة حقيقي طيب اقسام الاعلام في الجامعات ترين انها افادت المهنة ام لا وش السبب في رأيك لا وش السبب اوكي انا درست ترمين طيب السبب واحد انه المناهج ما زالت تقليدية ما لا علاقة بسوق العمل الاعلامي ما لا علاقة بسوق العمل وبعدين في نقطة حتى لو مثلا لان انا لما كنت في صحيفة ابعاد كانوا يرسلوا لي بعض الجامعات طلاق عشان ندربهم فكانوا الطلبة ايش اكثر شي يسعدهم في الصحيفة انهم هم اللي يدخلوا لوحة التحكم ويشتغلوا لكن في بعض الصحف لا ما زالت غرفة الاخبار بعيدة عن لوحة التحكم في بعض الصحف لا يعني ما شاء الله انه في الصحفي ممكن يدخل لوحة التحكم ويقدر يشتغل يؤدي كل الادوار كاملة نعم اذا الطالب حتى لو افترض انه درس مادة اسمع صحفة البيانات طيب شوان تطبقها صح وين تطبقها اي وين تطبقها يعني كثير من الطلاب كانوا يقولولي ترى حنا لما نروح نتدرب في بعض القطاعات سواء قطاعات حكومية او اهلية او صحف ترى انا ما نسوي شيء مجدي يعني ما نحس انه طبقنا حاجة يعني في فراغ بين السوق العمل والمنهج اي و اي و لانه يعني عشان كده انا الاحظ ترى كثير مثلا من طالباتي لما يتوصلون معاي او الطلاب الاحظ انهم شون يعني خلصوا وبعدين انتقلوا زي كأنهم صاروا اخصائي علاقات عامة يعني هو ما يمارس الصحافة ترى انتقل وصار يمارس علاقات عامة مرحلة ثانية مختلفة مختلفة يعني هذاك تخصص مختلف يعني اخصائي العلاقات العامة مختلف عن الصحفي طب كيف ممكن نستفيد من اقسام العلاقات العامة ونفيد المهنة يعني في رأيك لو في حلول معينة انا اعتقد بانه الصحافة الان هي يعني لانها تحولت الى صناعة صارت هي تشمل تحتها ترى كل هذه التخصصات يعني كونك صحفي لازم تفهم في التسويق الالكتروني لازم تفهم في ليش تفهم في التسويق الالكتروني عشان انت هتشتغل في الموقع وتشتغل في منصات التواصل الاجتماعي لازم تفهم في العلاقات العامة بشكل او باخر لانه هي رليتد لشغلة للصحافة يعني الصحافة مش زي قبل هي فقط يعني فنون صحفية لا تطورت اكثر وصرت صناعة ودخل فيها استثمار فعشان كذا نعتقد انها يعني يمكن نحتاج لتورة في الصحافة يمكن الجيل الجديد يعمل تغيير يعني اي الواحد يتفعل الجيل الجديد ممكن انما جيلنا انا اقول لك انا واحدة من هذا الجيل اللي عاصر الصحافة الورقية وحاول انه يثبت نفسه في الصحافة الرقمية حقيقة الموضوع مش سهل مش سهل محتاج يعني وقت يعني كبير اي بقى يعني انا اعطيك مثال يعني فكرت قبل فترة اني اعمل مقابلة مع شخصية الحين يعني المقابلة كرا مو نفس المقابلة اللي قبل تغيرت الامور مو نفس اني ارسل اسئلة وفاكس الان صار في مهارات مختلفة لها علاقة بالتصوير اول شي اول شي عشان تسوي مقابلة لازم تكون فيديو اوكي افرغ عن المقابلة بس على الاقل وانا انشر المقابلة يكون فيديو مع الشخص صارت هذه الان اساس مهم انا بشوفها كذا لكن وين الحين انا صدق قاعدة فكر اقول وين الصحيفة اللي ممكن تنشر هذا الشيء لانه الصحف الان بعضها لما ينشر فيديوهات ايش يسوي يحط قسم ويقول مثلا البوم الوثيفر او اوكي الفيديو لازم يكون هو اساس القصة الصحفية ما ينفع حط الفيديو في مكان والقصة الصحفية في مكان صح ما يكون فيه يعني ترابط لازم يكون فيه ترابط في رأيك مستقبل اعلام كيف ترينه خلال خمس سنوات القادمة في السعودية ان شاء الله الجيل الجديد في الخير والبركة هل يعني فيه مواهب توقعين راح تغير هذا الواقع في الاعلام ممكن في الصحافة المكتوبة نحتاج بعض الجهد صراحة نحتاج نحتاج لانه التسرب كثير من قبل الصحفيين الصحف ما زال عندها مشاكل ازمات مالية وتنتظر دعم من الدولة واذا الدولة اعطتها الدعم حاولت تتغيير ايه حاولت تتعالج مشاكلها فنحتاج نشتغل على هذا الموضوع اكثر طيب في البداية اخترتي صحافة التحقيقات لماذا اخترتها في بداياتك تصدق يعني انا 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 مؤمنة كثير بالاقدار انها هي يعني تخطط حياتنا كلها عندك الوقت كان صعب على المرأة تكون صحفية فمن بالك يعني صحفية التحقيقات اصلا كان في صحافة استقصاء في الخليج كله كبره يعني يمكن احد اسباب اني احصل على جائزة الصحافة العربية من نادي دبي او اوسكار الصحافة العربية انه فعلا كان كان الشغل استقصائي شوف للامانة ايه للامانة انا اذكر اني عملت هذا التحقيق بعد ما قرأت كتاب عن التحقيقات الصحفية كان الكتاب مترجم فانا كنت وانا اقرى مستغربة وين هذا يعني وش هذا الكلام يعني اشياء مش موجودة يعني واحد من الاشياء مثلا مثلا انه كان الكتاب يقول استخدم الانترنت كمصدر شوانا استخدم الانترنت دعونه قد تسوي بحث كذا لما استوعبتي الفكرة ايه لما فز طبعا كانت صدمة هذي كان عام 2001 يعني كانت صدمة يعني للمجتمع المهني على منطقة الخليج وعلى السعودية مصيدة يعني فازت بجائزة اتخيل يعني يعني نتكلم قبل 22 سنة اوكي فانا اتكر يعني اللي كانوا طبعا انصدموا من زملائي كان يقولنا سرقت من الانترنت فطبعا نشوف يعني مر الوقت وصرنا الحين نسرق من الانترنت تغيرت العملية ايبا فهي كانت بمحذ الصدفة او يمكن انا مؤمنة بان الله يكافئ الانسان اللي يتعب فانا كنت اقرأ كثير وابحث كثير وكنت دايما اسأل نفسي انا كان كنت يعني لي 16 سنة بالصحفة كنت اسأل نفسي طب يعني اش اللي بحث كذا يعني بطلين طول عمرك بطلين تكتبين هالمقالة وتعملين هذا التحقيق يعني كنت افكر انه لازم في شيء فانا حس انو الانسان لما يسوي كذا يعني تطلع لها افكار ثانية ايوة من هنا يعني تجي ارادة الله في انو انو تلهمك بافكار جديدة او افكار يعني على الاقل سابقة لوقتك طيب رأيك في مصطلح الصحافة النسائية هل تعتقدين انو في مصطلح زي هذا وفي هل في صحافة نسائية الصحافة النسائية شغلتين واحدة منها انو اللي يكتبونها هم النساء واحدة منها انها موجهة للنساء ما في شك انها موجودة موجودة الصحافة النسائية في في كل العالم اوكي يعني في صحفيات موجودات في كل العالم وفي مواد مخصصة للنساء يعني زي ما نقول مثلا مثلا انا ماعرف هل هي موجودة الان ولا لا لكن زي صفحات شؤون عائلية وكذا كانت موجهة للمرأة مش للرجل ايه هل في صحافة نسائية جيدة او سيئة انا من بنات جيلي ما اعرف ولا واحدة الان تشتغل موجودة كلهم تحولوا اما بزنس او اشتغلوا في وش السبب كثير المشاكل يعني ما في تمييز ضد الصحفية يعني مش تاخذ نفس الحقوق اللي ياخدها الصحفي زي مثلا لما يروحون يعني في صعوبات ايه لما يروح مع انه ترى على فكرة بعض المؤسسات الصحفية تهتم صراحة بالمرأة يعني تحاول تعمل لها عقد تحاول مثلا ترسلها للتدريب لكذا لكن يبدو لي الامان الوظيفي بس يعني ما ترى انه فيه ضعف يمكن مواهب في الصحفيات لا انا ما اقدر اقول ضعف مواهب في الصحفيات ولا اقدر اقول ضعف في الصحفيين لانه شوف اذا اقول انا مثلا مواطن القوة انه الصحفية تكون مطلعة وكذا الانترنت موجود الحين مبلازم تسافر عشان تروح مؤتمر ولا عشان تطور ادواتها لكن انا بسألك انت وانت صحفي انت الحين فيه شي يلفت نظرك في الصحافة المكتوبة فيه تحقيق يلفت نظرك فيه مقابلة يلفت نظرك انا اقول لك لا طيب لو سألتك عن الجوائز الاعلامية اللي اخذيتها في مصيرتك الاعلامية الطويلة هذه كيف اضافت لك من ناحية مهنية شوف ما في شك الجوائز مهمة جدا في حياة اي يعني مهني تحديدا في حياتي انا كامرأة صحفية فرقت كثير يعني بعد بعد اول صحافة بعد اول جائزة اخذتها اللي هو اسكر الصحافة العربية وطلعت في برنامج خليك في البيت في مقابلة فرق طبعا اعطتني مساحة من الشهرة ما كنت ما كنت احلي فيها صار رسمعروف اكبر طبعا اي بعد سنتين طبعا هم قاعد يشككون يعني بعد الزملاء في في حقيتك في الحصول عليها اي بش والله العظيم يعني الله كريم جدا على طول بعدها تذكرين المواضيع اللي فستي بسببها يعني التحقيق وش كان عنه للأمانة كلها تتعلق بالمرأة يعني وذكر الصحافة العربية اللي في دبي كان تحقيق عن العنف تجاه المرأة بشكل عام وبشكل خاص المرأة السعودية واذكر ان الڭاردين كتبت عنه لانه كان هذاك الوقت يعني كيف يطرح مثل هذا الموضوع بعدين اخذت جائزة افضل مقال للصحفيين كان عن المرأة والحداثة في القرن العشرين كان مقال مش تحقيق الصحفي وكان من كوثر اللي في في تونس بعدين اخذت جائزة المرأة العربية المتميزة في الاعلام وكانت هذه من مركز دراسات المرأة في باريس ما في شك انه الجوائز يعني كأنها دافع يعني معنوي كبير بالنسبة كمان للمجتمعنا المهني اللي هذاك الوقت ما كان يؤمن بالمرأة في الصحافة ما في شك انها يعني طعتك دافع الآن نبشوف انه الجوائز يعني صارت كثيرة ما صارت ما صارت تلفت النظر صار في اهتمام اكبر من اول يمكن وبرضو لمرأة يعني تواجدت بشكل كبير اي يعني مثلا قبل عشرين سنة يعني ما كان مثلا في اقسام زي الحين عندنا بالنسبة لل الصحفيات الصحفيات نعم نعم الحين لا طبعا نتطور الوضع الحمد لله طيب اخترت الدراسة في بريطانيا دراسة الاعلام وش كان السبب في هذا استي القدر لانه انا لما رحت انا طلعت بكمل clinical psychology ودرست اللي هو كان امتداد للتخصص البكالوريوس يمكن لا كان امتداد للماجستير طبعا انه كبت الحين لانه الجامعات ما توظفني لانه الجامعات التخصص تغير ايوه الجامعات تشترت توحيد المسار اه فانا كنت رايحة لانه كالسايكولوجي وبديت سراحة وكنت متحمسة جدا ولكن حصل ظرف اجتماعي فاضطررت تتغيرين قسم الى قسم ايه ايه غيرت للاعلام وكيف كانت دراستو يعني كانت يعني والله كانت ممتعة صراحة انا مر استمتعت رغم انها يعني كانت صعبة بالنسبة لي كانت الظروف الاجتماعية شوية مكركبة كان معي ستة بناتي كلهم كانوا معاي وكان كلهم في مراحل مختلفة من الدراسة ايضا يعني السوبرفايزر المشرف تغير من مشرف الى مشرفة كان في صعوبات كبيرة لين حصلت كثير والله ايه والله الدراسة كانت عن المرأة السعودية في الاعلام البريطاني صحيح صورة المرأة السعودية تحديدا في الاخبار وتحديدا الكيس ستاديز هم اثنين واحدة صورة المرأة في الصحافة البريطانية لما تقود السيارة قبل ما يسمح لنا بالقيادة والكيس الثانية صورة المرأة السعودية لما سافرت على الأولمبياد تبع لندن اللي كان اعتقد 2002 وش اللي اكتشفتيه من الدراسة شوف كل الدراسات السابقة تقول انه الصورة سلبية هذه ما فيها ما فيها شك بس انت عشان عشان تعمل شيء مختلف تعمل قياس يعني دقيق ومنطق ايوة شو اللي عملتو انا وهو مختلف عن الدراسات السابقة وزي ما يقولون يعني اكاديمين الجاب وين انا استخدمت مثل يوضح لي اي نوع من القطر الفريمينج يستخدمها الصحفي البريطاني لما يجي يغطي الاخبار عن المرأة السعودية ففي اكثر من نوع واحد من اكثر الاشياء الملفتة انهم الصحفيين يستخدمون النوع من الاطار يسمى conflict الصراع هي فكرة الاطر طبعا انه كيف انه انت كقارئ تنصرف عن الهدف الرئيسي ويمكن شوية شابه الاجندة يعني انه كأنه الصحفي عنده اجندة بس احيانا لا شعور على فكرة ولكن كون الثقافة حقة الصحف البريطاني مختلفة عن ثقافة المجتمع السعودي فهو يعمل هذه ينظر نظرها مختلفة ايوة يعني نذكر من الرسائل يعني او الدراسات السابقة كان في دراسة جميلة جدا لتحليل الاخبار اللي يكتبونها صحفيين العرب مثلا في الصحافة الانجليزية والصحفيين الانجليزيين في الصحافة العربية حتى احنا انا او انت لما نجي نكتب خبر له علاقة بالمجتمع الانجليزي ترى على فكرة حيكون ملقع في نص الخطأ ايوة ما لم يكن عندنا وعي لهذه المقطة طيب كيف تريني الان موضوع تمكين المرأة في السعودية هذا التحول الكبير ما في شك انه تحول يعني عميق السريع مش لاني انا وياك قاعدين نقوله مش لانه اعلامنا يقوله لا هذه حتى التقارير اللي موجودة ايوة يعني تقارير البنك المركزي على مدى اربع سنوات الان مرتين احنا عندنا قفزة في تمكين المرأة وفي الاصلاحات غير مسبوقة صراحة الحمد لله طيب انت انت وجهتي لموضوع التدريب في تطوير الذات ما هو سر هذا التحويع من الاعلام الى تطوير الذات تقدر تقول احبط من الصحافة صار هذا الان نوع من العلاج انا شخصيتي مش مش ساكنة يعني يعني في حياتي كلها كل عشر سنين لابد فيه اعمل شي يعني مثلا عام 2000 بعد 16 سنة في الصحافة قلت باي باي لكل الصحف وشغلت فريلانسة تغيرت ايه اذكر استاد عبد الرحمن الراشد ما اخدت الجائزة جيت ابكت في شرط الأوسط قال لي طيب انتي وانتش تغلين قلت انا فريلانسر قال فيه فريلانسر في السعودية يعني لانه ما كان هذا الموجود المفهوم ما كان ايه ايه ف من عام 2000 لـ 2010 كانت تركت كل حاجة كان عندي مركز اعلامي تركته ورحت على بريطانيا ودرجت حينصرنا في عام 2020 لازم نسوي لابد يكون في تغير لازم يكون في تغيير يعني فالتغيير انا ما تركت الصحافة لأ عندي لسه كثير يعني حب وشغف لكن انا كمان سيدة عاملة واحتاج انه انه اوفر حياة كريمة البناتي فكان لازم يكون في عمل آخر وانا من طبيعتي يعني بداينا التدريب انا بدايت التدريب مبكر يمكن عام 2000 اول دورة سويتها انا والدكتور خالد الفرم كانت اول دورة للصحافة للصحفيات السعوديات كانت كان دكتور خالد الفرم هذيك الايام اعتقد عضو في جمعية وشيزي كده فسوينا كان في عندك اهتمام بالتدريب يعني مفترة مبكرة ايوة بس الان تطوير الذات وش اللي تغير اللي تغير انه حبيت يعني صرت اقرأ عن الكوتشنج وحبيت فكرة انك تساعد الناس وبعدين الكوتشنج فيه اكتر من نوع يعني ممكن اكون كوتش مثلا مهني اساعد الناس في تحسين وضائفها ممكن لا اساعد الناس في حياتهم ترتيب حياتهم حبيت هذه الفكرة وابتديت فيها واخدت يعني صرت مدربة معتمدة في اي تخصص تقريبا حاليا يعني الحين اكتر شي يعني يعني محترم بين انه اتخصص مثلا في العلاقات اكون كوتش في العلاقات او كوتش في يعني كوتش مهني لكن صراحة عندي كمان افكار ثانية يمكن في مقابلة ثانية بأعلمك عليها طيب خليني اختم معك بموضوع الدراسة الاعلامية للإعلامي هل تفيده في العمل الصحفي او ترى انه في فارق بين الاكاديمي والممارس اه انا اقول هي مفيدة ما في شك يعني انتهى عصر اني انا اقول انا صحفي عمدي موهبة انتهى تماما لانه الادوات الان ادوات يبطر بانها تقنية فما في شك انك لازم تدرس تصير عندنا مشكلة وانا واجهت هذه المشكلة لما تجي تدرس خصوصا المجسر والدكتورات مخك يصير اكاديمي اكثر من كونك يعني اي اي فانا سراحة لاحظت انه تصير يعني يعني مثلا مثلا لما تكون لسه مدرسة الدكتورات تطبق في راسك فكرة اردوه تروح تسويها تنفذ ما فيه يعني حدود ايه الحين وانت دكتور تتحاجس فتكر هذه القاعدة طبق عليها القواعد ايوة لكن انا اعتقد من المهم جدا انه يدرس واذا ما قدر يدرس الصحفي يتدرب انما تقول لي صحفي من غير دراسة من غير تدريب لا غير مقبول صراحة لانه لانه زمان كان يقولوا انه الصحفة هي موهبة يعني لا وكانوا يعني ترى بعض الاكاديميين كانوا يعني يقهرونني يقولون ان الصحفة نوع من انواع الفنون لا الحين الصحفة صارت صناعة يعني ما صارت يعني مجرد انه عندك موهبة خلص ممكن انك 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 تنتج محتوى غير شكل لا صار في اصول صار في قواعد لكن طبعا الموهبة ما في شك انها رقم واحد الموهبة هي الاساس ايوة لو الموهبة مش هي الاساس معناته كل اللي بيدرسون بالجامعات يصيروا صحفين مش كلهم صحفين انا دائما الصراحة اختلف معاهم معا انه انا عندي شهادة دكتوراه بس انا ما حب انه اكون اكاديمية انا حب اني اكون مهنية يعني استفدت من الدكتوراه لصالح الجانب المهنية يعني عمل ابداعي في الاساس ما له علاقة بالاكاديمية ما في شك هو شوف انت يعني الاطلاع الاكاديمي يمكن يرفع من مستواك المهني او ايوة يعني يخليك تبحث اكتر يخليك عندك منهجية علمية يخليك تهتم باخلاقياتك كصحفي هذه ما في شك طيب لكن الصحافة بالاساس هي هي تطبيق الجنون يعني فكرة مجنونة تجيك فكرة يعني تستولي عليك انك تبحث وراها وفي الاشياء الصحافة هي مهنة انسانية فواحد من الاشياء اللي انا يعني الان بديت يعني احس انه الصحافة بالنسبة لي انا مش زي الاول اني اسأل نفسي طيب انا الحين وش فت الناس فيه انت موجود في الارض خليفة الله يعني لازم تنفع الناس لا بد يكون لك اثر نعم انا من خلال الصحافة الان يعني بعد ما اقفلت صحيبتي ما حست اني اقدر انفع الناس بشيء فانتقلت الى التطوير الذاتي فانتقلت الى التدريب وتطوير الذاتي الان زي ما قلت لك الاساس هو نفع الناس هو تحقيق خلافتك في الارض يعني اسعدتين يا دكتور شكرا لوقتك شكرا لك وصلنا الى اختام حلقتنا هذا الاسبوع نلتقيكم الاسبوع المقبل الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة